اهلا بحراتكم من جديد والاهلي في المنديال الاهلي في المنديال قدام بالميرس كنا نقدر نفوز كنا نقدر بس زي كالعادة يعني عدت البطولة معنا من الاول كده ما كانتش ماشية معنا في المباراة احيانا بيكون التوفيق مش حليفك احيانا بتكون يعني الامور ما بتخدمكش يمكن لعبنا الشروط الاول على اننا نطلع متعدلين الشروط الاول وعندنا لعيبة جاية من منتخب مصر قبل المباراة نقول 12 و4 يعني حوال 16 17 18 ساعة حاجة كده يعني ولا في الخيال فبالتالي كل الامور حمالة اوجه تلعب بيهم ولا ما تلعبش بيهم تشرك جزء منهم ولا ما تشركش جزء منهم كل ده ماينفعش اقول ده صح وده غلط ينفع اقول ان فيه الموضوع حمال للأوجه تقدر تقول ان طهر تقلق الماشي الاولاني امه انت الرئيه طب ما تبدأ بيه تكمل شوت ثم ينزل محمد شريف طب انا محتاج دلوقتي مغربي كان مصاب فالعب بايمن اشرف طب انا عندي نص الملعب فاضي الاعب السلية شوت وحمدي فتح شوت كل الامور دي كل الامور دي ممكن نختلف فيها ولكن مش هتوصل لحاجة صحيحة 100% فعشان كده احنا عندنا يا فارس مباراة زي ما انا بقول ما عرفش انت متفق معي ولا حمالة اوجه لا مختلف شوية اني مش حمالة اوجه اللي حصل في البداية كمان ما كانش غلط بمعنى احنا بنيجي هذا انت رايح لحتة تانية انا عرف ان انت اصلا ما اللي انا حقوله بس حتى في رأيي ده ما كانش حمال اوجه امتى حيبقى حمال اوجه لما تجي تشوف المباراة انتهت لي ايه وتبدأ تفكر على اللي المباراة انتهت ليه بمعنى ايه انا باجي اشوف المباراة انتهت احصائيات ازاي وانتهت بنتيجة ايه وكنت قريب ولا لأ وابدا اقول ليه ما اطمعتش ليه ما اطمعتش انا كنت ممكن او على فكرة انا والله في لحظات كتيرة كنت بقول لنفسي كده وفعلا كنت شاف ان احنا كنا نقدر بس جيت لازم افكر واشوف ستاتس واشوف اين اللي حصل جوه المباراة جيت فكرت لو احنا عشرة قاعدين مع بعض قبل المباراة وبنتكلم فنيا بمنطق كده وبنشوف كلنا نساعد الراجل المسلماني ده ونعمله حاجة اقول انا غايب عندي اللاعبين دول كلهم الاساسيين المهمين انا لعب ماتش اكتر من بالمراس وكنت لعب ماتش قدام منتيري استهلكني بدنيا وفالمراس جاي مريح كمان عدد الاجانب عندي تعالى شوف الهلال بيلعب بسبع اجانب كلهم مؤثرين انت بتلعب باثنين اجانب بس هتبدأ بمعلوم وديانج وعلى فكرة مش معنى كده انكواليتي الاجانب عندنا وحشة باستثناء يعني انت تختلف او تتفق على مستوى مكسوني تعالى انت عندك حتى الديني بدر بنون اللي هو راجل كان بيلعب دولي في المنتخب المغربي والديني بيرسي تاو اغلى صفقة جبتها للاعب اجنبي في تاريخ الان بالظبط وخليني اتحط في الظروف دي طيب كل ده انت نقصه كمدير فني على المستوى البدني وكمان زي مؤسامة شرح لكم عندي لعبة جاية انا محتاجها جوه المباراة فنيا والله ما بلعبهاش رفاهية بس كمان هم مستهلكين بدنيا وجايين من رحلة سفر غير كمان بالمراس اللي واصل بقاله فترة طيب حاجة افكر في المباراة هقولي اعمل ايه انزل وانا بدنيا اقل وفنيا اقل وعندي نواقص ويبقى هيفي سكور ولا على الاقل انزل مقفل ولعب على الكاونتر اتاكس لان فريق بالميراس هيبقى متحفز وعايز يعوض البطولة اللي قبل كده طيب سيناريو مسماني كان ماشي كويس جد يعني الخطأ ما كانش في الاستراتيجي بس الخطأ حصل في ايه فاول ليك اخطاء في التمركز اخطاء داخل المباراة بعد كده هدف بيجي فيك في وقت قاتل في اخر الشوت الاول وهدف في اول الشوت التاني كل ده بيقتلك فنان داخل المباراة ومع ذلك مسماني حاول يوزع ادواته زي ما انت قلت بالزبط على مدار المباراة فخرج كارقام افضل جوه المباراة بس كنتيجة مش افضل هل معنى كده انه هو اخطأ لا مسماني حمل بدأ المباراة بالشكل اللي في رأيي زي ما قلت لو احنا عادينا عشرة وبنتكلم بمنطق كنا حميل انك لازم تبدأ مش مندفع محافظ بتستكشف بتلعب على كونتر اتاكس النتيجة هي اللي طمعتنا بس في نفس الوقت زي ما بقول اصلا النتيجة دي ما خدتش حقا كوحدة من افضل مباراة النادي الاهلي في كاس العامل الاندائق بكل المواقص دي ده حتى لو تكلمنا في التشكيل وعشان برضو يبقى حطين الصورة قدام الناس وبنتكلم بوضوح ممكن الناس تختلف في التشكيل الحداشر اللي بدأ بيهم بيت سمسيماني ممكن تختلف في لعب اللعب ده ممكن يكون طاهر ونحط مكانه شريف ولو شريف ما كانش ظهر بشكل موفق الشروط الاول كان هيتقال ايه يا عمى طاهر كان معاك ودام منتريه كويس وكان بدأ وعمل معاك مطش حلو منتريه ما تديله وبعد كده شريف لسه جايلك من السفر فعشان كده دي النقطة اللي انا بقول ممكن تكون حملة قوجه في لعب واحد لكن بالتأكيد التشكيل اللي كان موجود على ارض الملعب كويس جدا هو يغرق حمدي فتحي اللي فاجئنا وعمل حاجة انا وجهة نظر خارج قاعد هنبقى نتكلم عنها لكن الباقي لازم نكون عارفين ان رحلة على شقة الجهات مع منتخب مصر امام في رحلة الكاميرون مباريات كتير خد كمان عندك فكرة ان انت بتلعبش مباريات رسمية بقى لك كتير اللعيبة دي ما تمرنتش مع مديرها الفني بقى لها فترة طويلة جدا هي دي مباريات لا 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 سيبك من مباريات احنا كاملين وجهزين ونزلنا لعبنا فتعال نشوف عملنا ايه قدام بالميرس ونستعرض الاحصائيات امام بالميرس عشان نشوف احنا بنتكلم ده مباريات لا احنا مش عايزين مباريات خالص احنا ناخد الامور كأننا جهزين تماما لبالميرس انت قدام فريق بالميرس اللي قمتو التسوقية 180 مليون يورو استحوازك 51% توتل المباراة ماشي استحواز سلبي لا تعال اشوف المحاولات على المرمى انت 16 محاولة على المرمى مقابل 12 لبالميرس طب ماشي ما انت عمل بتشوت من اي حتة وبتطلع برا في السماء ومش عارف ايه لا ده انت شاهد 7 اون تارجت مقابل 3 اون تارجت لبالميرس انت من 16 دول فيه 7 تزديدات من داخل 18 بتاع بالميرس يعني انت متخيل انت بتلعب في التلت الاخير لبطل امريكا الجنوبية بالشكل ده دي اهم الاحصائيات فيه كمان الاجتماعي الاجتماعي اللي يالقى ده في المتوقعة انت 8 من 10 وهو 86 من 100 يعني تقريبا 8 من 10 وهنا بقى دي النقطة اللي هنقف عندها عشان نوضح الامور ممكن نشوفها بالشكل الحقيقي على ارض الواقع لما يكون انت اهدفك المتوقعة اقل من هدف وهو اهدفه المتوقعة اقل من هدف ويسجل هو هدفين وانت ما تسجلش فيه عوامل بتدخل في الموضوع اولا نقول عامل التوفيق وده في كرة القدم لكن العامل الاهم هو الكواليتي هو الجودة هو فارق الجودة فريق بالميرس سدد 3 تزديدات على المرمى اتنين دخلوا انت سددت 7 على المرمى انت ترجط ما فيش ولا كرة دخلت 7 دولت منهم واحدة بار يعني جات في العرضة بتاعت وليس سليمان ما فيش ولا كرة دخلت يبقى هنا هل هي امكانيات مهاجمين وبس استعرضنا في الحلقة اللي قبل المبارات بالميرس ثلاث اللعيبة اللي حذرنا منهم هنا أنا وفارس والثلاث اللعيبة كانت كومتهم التسوقية 32 مليون يورو وقلت يا جماعة ده اعلى من القيمة التسوقية للنادي الاعلي بالغيابات بالاصابات بالسلطات بكل حاجة الارقام دي تتحط على ارض الواقع راح كورتين على المرمى طبعا يعني انت بتلعب بالحارس اللي احتياطي مش محمد الشناوي على الاقل الجولي التاني كان ممكن اتعامل معاك بشكل اكفأ من كده ولكن في النهاية في لعيبة خادت المبادرة لعبة الجودة جود انت اجدت ايو اجدت واجدت تحديدا في شود تاني كان فيه قرأة محمد هاني هدف يعني غير موفق فيه محمد شريف ان هو كان سابق بكتفه قرأة وليد سليمان في العرضة فيه شك فرقل الجزاء او على الاقل فاول على حدود 18 وما اتكلمناش عن الحكم وما حدث من حكم المباراة اللي انا مختلف كتير مع فكرة الانذرات اللي وزعها بل انا مختلف مع الطارد ويمكن جماهير النادل اهلي خادت اي من اشرف في سكة غضب من التكلنج لكن انا بالنسبة لي الكرة كان فيه سراع على الكرة واي من اشرف لم يستخدم اي سلاح لا كوع ولا استرزات ولا سن الحزاء ولا ربا ولكن في النهاية خلص مش هنتكلم في دي لكن كرة احمد عبدالقادر لو مش بلن على الخط على الأهل فاول لكن مش كلامنا التحكيم كلامنا ان احنا قدرنا نصل زي ما فريق بالميرس قدر يصل ولكن فيه فارق في الجودة لازم نعترف به النهاردة ما كناش موفقين او مبارح يعني او في المباراة دي لكن بالتأكيد احنا ما كناش بعيد احنا ما كناش بعيد احنا كنا يا فارس قريبين جدا وقريبين من الصعود ووجهة نظر لما نيجي ننتقد اعتقد لازم ندي كريدت للفريق ده حقيقي وده اللي احنا بنقوله على فكرة الامور ليست مثالية واكيد لو مسماني احسن كل القرارات كنت طبيعي تكسب يعني اذا القرارات لم تكن هي الافضل بنسبة 100% وعلى فكرة حقيقي على ارض الملعب لو كنت اطمعت بدري شوية كنت يمكن حاجة نتيجة اجابية اكتر ولكن اللي انا اصدع لي ان ما يبدو ليك منطقي في ظل الحسابات اللي قبل المباراة ان انت كنت تبدأ كذا